السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيفما لحتوا في عنوان هذا الفيديو ففي هذا الفيديو سنطرقوا الجوج ديال النقاط النقطة الأولى كتتعلق بقضية المرحومة إيمان تسونامي وأخبار ومستجدات جديدة كتتعلق بتعرض عائلة إيمان تسونامي أو لتوصلهم بتهديدات من طرف عصابة الفن وأيضا كجزئية تانية في هذا الملف فقد انطرقوا لما توصلت إليه كاميرا المراقبة بعد مقارنة أشريطة هذه الكاميرا بتصريحات المصرحين في هذا الملف الجديد واللي كان طالبوا فيه بتحقيق العدالة في روح قضية إيمان تسونامي وأيضا إخواني أخواتي كان نقطة تانية فقد انطرقوا في إطار المواكبة ديالنا الملف دنيا باطمة الآخر المستجدات لكتعلق بالمغنية دنيا باطمة واللي عندها علاقة بدكرة المسيرة الخضراء فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو فكيف ما قلنا يعني نبدأ من النقطة الأولى فإخواني أخواتي كان أخبار للمصدر دياله المحيط المقرب من عائلة المرحومة إيمان تسونامي المحيط المقرب يعني العائلة أو المقربين والجيران كان أخبار إخواني أخواتي اللي كتفيدوا اللي خارجة من هذا المحيط واللي المفيد دياله وأن هذا العائلة الإبنات إيمان تسونامي والمقربين يعني تعرضوا التهديدات عن طريق مكالمات هاتفية مجهولة من طرف جهات مجهولة واللي يعني كتهددهم أو اللي كتحذرهم من الخوض ومن المطالبة يعني بتحقيق العدالة في القضية ديال المرحومة إيمان تسونامي ما غاديش نقدر للأمانة كيف ما قد تعرفوا إخواني أخواتي للأمانة ما نقدرش نأكد لكم شكون بالضبط لتوصل بهذه التهديدات أو لا واش فعلا توصلوا بهذه التهديدات بهذا الشكل المباشر أو أنهم يعني توصلوا إلى تهديدات عن طريق إحاءات كا يعني توهيمهم أو لتهديدهم أو لإرسال رسائل مشفرة كيف ما قد تعرفوا باش أنهم يخافوا وباش أنهم يعني ما يقدروش يطالبوا ويزيدوا يطالبوا من الجهات المعنية باش أنها تقوم بالواجب ديالها مع العلم أن المصالح الأمنية رقابة الملف سواء طالبة العائلة سواء ما طالبتش لأن القادية وقف عليها جهات عليا والسلطات عليا في البلاد كيف ما قد تعرفوا الفاقيدة تم نقلها بأمر من المالك وهذا الأمر وحده كافي باش أنكم تعرفوا إخواني أخواتي أن هذا الملف ما سهلش وأنه يعني جهات عليا كالطالب التحقيق أو لا عاطية أوامرها باش أنه يعني تم التحقيق والوصول إلى هذه الجونات فعائلة إيمان تسونامي بحسب هذا الأنباء وهذا المصادر اللي كتقول بأنها يعني تعرضت لهذه التهديدات فأكيد غدا تكون يعني قدمات هالدلائل أو لهذه التهديدات إلى المصالح الأمنية لكن كرسالة لهذه العائلة ما يخافوش علاش لأنه مش غيرهم وبوحدهم اللي كي طالبوا بتحقيق العدالة فإحنا كنا عائلة دي الإيمان تسونامي حاليا كنا كان طالبوا بتحقيق العدالة في هاد القادية وفي هاد الملف المصالح الأمنية واخدة يعني الأمر بحزم وبحسب آخر الأنباء وكجزئية تانية في هاد النقطة الأولى من هاد الفيديو فتم يعني فحص الكاميرا المراقبة وظهر فيها يعني هذا الشيء اللي كنت شركت معكم سلافا يعني بخصوص أنهم تم توتيق يعني هادك اليوم الأخير قبل ما يعني تمشي وتشارك في الحفل اللي تشعب أنها يعني تعرضت في التسمم لكن تضح أنها تعرضت للتسمم داخل العمارة قبل ساعة بأنها يعني تمشي للحفل فالكاميرا تم تشريحها وأخذ المحتوى ديها للرقمي وتم الوصول إلى أن واحد السيدة يعني سيدة ومجموعة دي السيدات الأخرين لكن سيدة بالضبط هي اللي طلعت ونزلت بزاف هادك اليوم وكانت كتزمعها السلعة وكتطلعت للشقاء وكتنزل وكتعود تاني تطلع لفتس الأنظار هاد السيدة لما تم المقارنة ديال الفيديو اللي رصداته كاميرا المراقبة مع تصريحات العساس اللي كان في العمارة فنفس الكلام اللي قال فالعساس قال لي متشي واحد ملفة الانتباه ديالي إلا واحد السيدة وواحد السيد اللي كان لتحت بالطنوبيل وهي كتطلع وكتنزل كتطلع وكتنزل ما هي من الفرقة ديال إيمان تسونامي يعني تطورات بخصوص هذه المسألة هذه بحسب الأنباء تطورات اللي كتخلينا نتفائلوا بأن التحقيقات غادية قدوما وغادية يعني من أجل تحقيق العذالة وأيضا كانت ما أنه علاش لأنه ما بغناش يبقى دك الضلال دك الضلال ديالاتهام ديالجهات في حين أنه ربما الجاني واحد آخر اللي باقي ما واصلوش يمكن نقوله الصهد ديال الميديا الصهد ديال السوشال ميديا لأن السوشال ميديا عندها دور كبير وكبير جدا في هذه القضايا وفي حالما هذه الملفات فلهذا كنتمنى أن التحقيقات في القريب العاجل تصلنا إلى رأس خيط اللي يقدر أننا يعني نتاخدوه كمشتبه فيه رئيسي باش أننا يعني نتفاداوه هالضلال وأننا نوجه اتهامات إلى جهات غير معنية بهذا الفاجعة وهذا القضية اللي راح ضحيتها الفاقيدة إيمان تسونامي ولمشيوا إخواني أخواتي إلى الشق التاني في هذا الفيديو اللي كيتعلق بقادية الفنانة والمغنية دونيا باطمة فكيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي دونيا باطمة على غرار يعني جميع الفنانين والانتفاتة اللي ممكن نقولوا عليها أن الانتفاتة مزيانة وأن كل مغاربة يعني كلنا نقوم بحلمات الأعمال علاش لأن ذكرى المسيرة الخضرائية وحد ذكرى اللي عزيزة على قلوب كل مغاربة عزيزة على قلوبنا كاملين وهذا الأمر هذا ما عندوش علاقة بالملفات وبالقضايا اللي احنا ديرين لها المواكبة في قضية دونيا باطمة لكن أحداث بحلمات هذه كتخلينا أننا يعني نطرقوا لها وندكرواها علاش لأنه كتبقى يعني ميتال وكتبقى حتبقوا توقع المغاربة يعني الناس اللي واصلة والناس اللي سموخ سمي دائما يتفاعلوا مع هذه الأحداث الوطنية وأيضا الأحداث الدينية والأعياد الدينية فالأحداث الوطنية الكبرى عندها وحد رمزية كبيرة في البلاد في الداكرة ديالنا يعني كين منا اللي حدم العائلة ديالو شارك في المسيرة الخضراء وأنا واحد منهم واحد من الناس يعني الأب دياليس بقلوه شارك في المسيرة الخضراء الله يواليه برحمة الله في هذا اليوم المبارك فيعني هي ذكرى عزيزة وموشومة في الداكرة ديال كل المغاربة ذكرى اللي كتعبر وكتخلينا دائما أننا نذكروا يعني الأحباب ديالنا بالجنوب والأهالي ديالنا بالجنوب ونصيلوا يعني معهم سيلات الرحم عبر هذه الدكرة لأن المسيرة الخضراء كانت هي وحد سيلات الرحم بالدرجة الأولى لهذا كانت ناجحة يعني اتخذت بهذا المبدأ سيلات الرحم ما بين المغاربة قبل ما أنها تكون رسالة إلى أعداء الوحدة الترابية فهي وحد سيلات الرحم ما بيننا وما بين إخواننا في الصحراء وإخواننا أيضا في الشمال فمسيرة الخضراء شاركت فيها كل أطيافة دنيا باطمة إخواني أخواتي تفعلت مع هذا الحادث بمنشور واللي يعني دعات فيه الله سبحانه وتعالى أنه يحمي هذا البلاد ويحمي شباب هذا البلاد وبنات هذا البلاد ونساء ورجال هذا البلاد ويحفظهم من كل شر ويقيهم يعني بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أزكى الصلوات إلى هنا الإخوان والأخوات جاءت الختام دي لها الفيديو ختاما كانت مننا لكم تمام الصحة والعافية والله يحفظ البلاد هذه من كل شر وخير الختام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته